اهلا بكم عودة من جديد وفي جهاز المناعة الخاص بيه بس هو مش واخد باله من هذا الأمر فنظرا لأهمية تقوية جهاز المناعة فده بالتالي الموضوع اللي حنتكلم فيه دلوقتي في عدير فخرة اللي منورانا من خلالها دكتورة دين أبو السعود ولي لها وحشة كبيرة من أيام رمضان الحمد لله على السلام الله يسلمك يا كريم بزيك ربنا يخليه كله تمام الحمد لله تسلم عندنا موضوع مفيش أهم منه أعتقد الفترة دي فكرة تقوية جهاز المناعة مش بس عشان الواحد يعيش حياته بشكل صحي وسليم لأ ده كمان عشان يقدر يواجه مخاطر ما أنزل الله بها من سلطان وانتي ست العارفين طبعا أعرف من هنا دكتورة دينا أننا عندي مشكلة في جهاز المناعة بتاعي هل معدل إصابتي بأدوار نزلات برد أو بأمراض بصفة دورية ده في حد ذاته إشارة ولا بي فيه علامات تانية طبعا لازم أي حد بتفرج علينا ستات رجالة شباب يفهمون أن الجهاز المناعي ده حاجة مهمة جدا أن نحن نقويها لأن ده خط الدفاع الأول بتاعنا لمحاربة أي فيرل إنفكشن أو أي بكتيري إنفكشن وأحيانا خلايا سلطانية إزاي نعرف أن نحن عندنا مشكلة في المناعة أو عندنا نقص في المناعة لو زي ما قلت يا كريم لو بيجي لنا نزلات برد كتير في السنة المفروض الشخص السليم ما يجلوش غير نزلت برد مرة ومرتين بكتير قوي ومدة تعافي يعني ممكن حد جيلو نزلت برد يقعد أسبوعين في برد ده مش عادي مش عادي وحد بيعدي بسرعة في ثلاث يام مهم إزاي إنه نحن نعرف نحافظ على منعتنا بحاجات كتيرة جدا أولا نقلل كمية السكريات لأن السكريات لو أكلناها كتير جدا معدلها في اليوم هيعليلي جدا إلتهابات الجسم أنا كنت فاكر إن عكاسها بيكون في السكر بس يعني إن الواحد يبتدي يبقى مريض سكر طبعا ما هو طبعا لكن كمان في المناعة طبعا بيهديلي المناعة جدا الأكل المش صحي الزيوت المش صحية الطول الوقت بنأكل في تحمير تحمير كل الحاجات دي مش صح يمكن كمان بنصح الناس بلاش إفراط شديد في الأنتيبيوتكس أو المدادات الحيوية حتى وزارة الصحة قالت لك المدادة الحيوية عند اللزوم مش مثلا أنا أنا مش عارفة صحي النهار دا مالي فرح واخده مدادة حيوي المدادة الحيوي دا بيبقى بروشيتة والدكتور هو اللي يقول ناخد أي مدادة حيوي وكثرة المسكنات عمالة على بطال أنا أعرف ناس بتاخد المسكنات دي فاكرها بومبوني فكل الحاجات دي بتبقى عند اللزوم وبتأثر بالسربة على الجهاز المناعي طبعا أكيد هل في نقص معين في فيتامينز معينة بينتج عنه بالتبعية مشكلة كبيرة أو تراب كبير في جهاز المناعي أكيد يعني من أهم الفيتامينز اللي بتعليلي وبتقويلي جهازنا المناعي عندي فيتامينزي مهم جدا عندي الزينك مهم جدا المناعي وعندي النحاس التلاتة دول مهمين جدا أن ليهم بيبقى انتك يومي وصعب أن احنا نعرف ناخد الانتك يومي من الزينك والنحاس ومن الأكل فبدعم جدا ELP مالتي فيت أو ألبا مالتي فيت بدعموا جدا لأنه أولا واخد تصريح من هيئة سلامة الغذاء وبستأذن أكيد الكنترول هما يعرضون لنا التصريح على الشاشة عشان يدي أمان لكل الناس اللي بتتفرج علينا وبالتالي موجود في جميع السيداليات وعندنا رقم شركة بايو ناتشرل نقدر نتكلم نعرف السيدالية الموجود فيها ونقدر حتى نطلب المنتج أونلاين بنوصل لكل محافظات مصر وأكيد على الشاشة ده تصريح هيئة سلامة الغذاء فبدأ بدي أمان أنه أولا موجود في السيداليات معنى كده أن مدام السيدالية حطاها على الشلف يبقى معها تصريح ومعها تسجيل من هيئة سلامة الغذاء فحاجة أمنة جداً حاجة فعالة جداً مش بس للمناعة أنت عندك أن قلب مالتي فيت دعم جداً للأيد والتمثيل الغذائي فوانس أننا التمثيل الغذائي دعماه يبقى طاقتي أعلى والجسم يستفيد بشكل أمثل بكل العناصر الغذائية طبعاً وبالتالي منعتي أعلى أنا عايز أقولك الزنك كمان مهم جداً لكل العمليات الحيوية في الجسم ونقصه بيعملي مشاكل في الأيد وبيعملي مشاكل في الميتابوليزم وبيعملي مشاكل كديرة جداً قلب مالتي فيت اللي بيميزه أنه أعلى تركيز في الزنك لو أخذنا الجرعات اللي هي مكتوبة هو الجرع المصرح بيها بس كابسولة واحدة فيها وبتتخذ الصبح وبتتخذ الصبح بعد الفطار هل أخدان الكابسولة دي بشكل يومي لفترة زمنية طويلة ما ينتجش عنها زيادة في نسبة معدل الفيتامينات يعني بالضبط إطلاقاً لا لا إطلاقاً يا كريم لأن النسب اللي موجودة النسب اللي موجودة اللي هو مش بس الإحتياج اليومي يعني مثلاً الفيتامين سي يعني لا يوجد فرصة لتراكمها في يوميها الجسم يستفيد منها ويمتصها بالضبط وبعدين أصلاً معظم الفيتامينات اللي في قلب مالتي فيت قابلة للزوابان في الماء لا تتخزنش أصلاً طب هو أصلاً عشان أخذ أي مكمل غذائي أخذه من نفسي ولا لازم الأول أعمل تحليل عشان أعرف أن عندي نقص في أي فيتامينز بالتحديد بالنسبة لقلب مالتي فيت أنا أخذه عادي كداعم للصحة وفيتامينز الفيتامينز اللي فيه قبل الزوابان في الماء فالإكسيد منه بينزل عن طريق اليورين أو البول فمعنديش مشكلة خالص مش محتاجة حتى أعمل تحليل فيتامينز عشان أخذ قلب مالتي بيت إطلاقاً طيب حاجة تانية فكرة إن فيه أنواع معينة من الأكلات سواء هي في حد ذاتها أو الإفراط فيها ممكن ينتج عنه مشاكل ودروبات في الجهاز المناعي طيب على صعيد السلوكيات يعني غير الأكل هل فيه إحنا عندنا أو عند البعض مننا عادات معينة غير صحية سلوكيات معينة غير صحية طبعاً لازم ينتج عنها دروب في جهاز المناعي أكيد زي إلك النوم والنوم المتقطع لازم لما ننام يعني 12 بالليل دي نبقى خلاص يعني نايمين مهم قوي النوم بالليل طبعاً ده حاجة اسمها بتطرد السموم والجهاز المناعي بيتحفز أكتر وانت نايم بالليل عندك عدم شرب المياه بتعرض جسمك لجفاف ده خطأ جداً طبعاً زي ما أنا قلت أكل السكريات يمكن الضغوط النفسية والتوتر والضغط النفسية والضغط النفسي ده بيرغبطلي هرمونات جسمي وبيعليلي مستوى الكورتيزون أكيد التدخين مش بحتاجين نتكلم عن التدخين لا التدخين التكلم تعليل كتير أيوة طبعاً وعدم ممارسة الرياضة بانتظام وعدم ممارسة الرياضة لازم نعمل طبعاً ده مهم جداً زي نسيت أقول البوينت ده مهم جداً أنا ما بقولش إن إحنا نجهد نفسنا في الرياضة يعني ما بقول ننزل نتمشى نمشي شوية نعم لأن كل يعني لحد الأدنى الضغط العصبي العدو الأول بتاع الكورتيزون هو الرياضة فأنا حسب توتر أطلع النجاتيب أنرجي بأي رياضة المشكلة بقى في أن أوجه التوتر بقت محوطانة كلها دللأسف أنت دينا تنزل يا دينا تروح المشوار من وإلى أي مكان بتوصلي المشوار بتاعك وانت مفرهضة ومتخنقالك 4-5 خنقات على طول المشوار على طريق ده أنا بقولك كمان يعني ده أضعف الإيمان طبعاً فيه فكرة الجاري وراء رؤمة العيش وكترة تحمل مسؤولية أسرة بأولاد إله حلو اللي عايز أقوله باختصار أن لم أفر من الضغط طبعاً أما هو فعلاً لما فر من الضغط بس بس بنحاول يعني بقدر الإمكان أن احنا نقل للتمبر شوي وبعدين نحاول نتاكل على الله بقدر الإمكان ونسعى أو أي حد بيسعى وبتاكل على الله أكيد ربنا بيبقى معي نرجع تاني للمكونات بقى احنا طبعاً عملنا سترس أكتر شوي على الزينك والنحاس ونحس طيب ما تيجي برضو نمر كده بشيء من الإيجازة على كل عنصر موجود في مكونات ونعرف فايدته يعني كل فيتامين على حد فايدته إيه للجسم أكلمت على فيتامين سي أنه هو مهم لمنع فيتامين سي مهم الحاجات تانية كتير منها تعزيز امتصاص الحديد يعني ممكن بتلاقي كتير من أننا عنده نقص في الحديد لما بيعمل مع أنه بيأكل لحوم بالوقتان نقول لك لازم تاخد فيتامين سي لأن الحديد لا يمتص امتصاصه بيبقى صعب جداً والحديد مهم لكل حاجة مهم للدم ومهم للشعر ومهم لحاجات كتير فلازم تعزيز امتصاص الحديد بإيه ألبي مالتي فيت اللي فيه فيتامين سي وفيتامين سي يعززلي على إنتاج الكولوجين فمدام يعزز على إنتاج الكولوجين هلاقي أن الكولوجين مهم للعظم والمفاصل مهم لنظارة وشي وصحة بشريتي أقدر أقول كمان أن قلب مالتي فيت داخله فيتامين إي فيتامين إي أو فيتامين ها ده أقوى مضاد أكسادة ربنا خلقهم فيتامين إي مهم أسف لمواطعاتك بس عشان برضو الشيء بشيء يوسكار الأكسادة دي عشان ده مصطلح بيتسمع وبيتقال كتير عبارة عن إيه كده أكسيديشن ده أكسادة يعني الخلايا الجسم بتتلف بدري بدري وبتموت بدري بدري وإحنا بنعمل حاجات كتيرة جدا بتساعد على أكسادة الخلايا فلازم طول الوقت أن أنا أخذ أنتي أكسيدنت أحارب الشيخوخة بتاعت الخلايا ففايتامين إي أنتي أكسيدنت رائع هيبتدي البشرة تغمأ أو يطلع لها تجعيد ومهم لكل وظائف الخلايا بتاعتي وكل أجهزة جسمي أن أنا أمشي على مضاد أكسادة أبنى عموت الخلايا بدري بدري ويمكن كمان في دراسات قالت أن الفايتامين إي مهم لدعم الخصوبة للستات ويمكن دراسات كمان قالت أن الزينك مهم جدا لدعم الخصوبة عند الرجال كمان عندك كمان داخل قلب مالتي فيت طبعا إحنا شايفين على الشاشة كل مميزات ألب مالتي فيت في كابسولة واحدة أنت عندك الأقوى مضاد أكسادة داعم للمناعة في عائلة فيتامين به كلها من فيتامين به واحد واثنين وثلاثة وخمسة وستة وسبعة وتسعة والكوبالامين فيتامين بي 12 الكوبالامين مهم جدا لدعم كرات الدم الحمراء الفيتامين بي كومبليكس مهم أن أخذه إنتيك يومي لأنه مهم أولي للأعصاب وصحة أعصابي مهم لدعم التمثيل الغذائي مهم للنشاط مهم للتركيز يمكن عندي داخل قلب مالتي فيت كمان الكالسيوم المهم أول تكوين خلايا العظام جميل طيب أنا لو تسمعي لي بس حدمج أنا أسف أسئلة للمشاهدين في وسط الأسئلة لأن أنا شخصية بأسئلها لك ففي عندنا سؤال جاي من سميرة محمد طول صباح الخير عليكم جميعا كنت عايز أسأل الدكتورة دينا أنا بعاني من فكرة أني لما بقوم من النوم بحس أني ضايخة جدا والدنيا بتسود في وشي لمدة كم ثانية وساعات برضو بتحصل لي كده أو بيحصل لي كده في وسط اليوم لما أجي أقف فجأة بحس أن أنا مدووشة ومش شايفة كويس قدامي فيها لنقص الفيتامينز ليه علاقة بهذا الأمر؟ أحيانا كثير بالنسبة كبيرة بيبقى نقص الفيتامينز ليها علاقة بالضوخة وعدم النشاط مدام ما عنديش مرض عضوي يستدعي لزالك يعني ما عنديش مشاكل لقد أذن وسطى مشاكل في الكبد مشاكل في الكلى مشاكل في القلب الحاجات دي أحيانا بده بيحصل ومهمة قوي التركز في الفيتامينات والمعادن الفيتامينات والمعادن أو حتى قلب مالتي فيت رائع وأكيد كمان بتعمل السي بي سي بتاحها وتتأكد أن الحديد عندها واللي مجلوبين تمام لأن ده برضو بيقدي إلى ضوخة قلب مالتي فيت هيبقى مناسب لها جدا هتستخدم كابسولة واحدة في اليوم وبطمنها أن قلب مالتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء موجود في السيدليات يقام تشتريه من السيدليات يقام تشتريه عن طريق الأونلاين شركة بايو ناتشل اللي موجودة على الشاشة عندنا مناديب في كل محافظات مصر جميل طيب في سؤال تاني جالنا من محمد إبراهيم بيقول هل فكرة أخذ المكملات الغذائية بشكل عام لازم أعمل له تحاليل قبلها ولا ممكن أخذها من نفسي من غير معرف الفيتامينز اللي أنا أقصاني الفيتامينات القبلة للزوابان في الماء مدام تركيزاتها معقولة أكيد بأخذها عادي من نفسي الفيتامينات اللي قبلة للزوابان في الدهون ممكن وقتها أعمل تحليل للفيتامينات اللي قبلة للزوابان في الدهون لكن قلب مالتي فيت قبل للزوابان في الماء فما عنديش مشكلة لأن العالي منه بينزل عن طريق البول بالمناسبة هل في حد أدنى للعمر عشان حد يقدر ياخد المالتي فيتامين ده أو المكمل الغذائي قلب مالتي فيت بنصح استردامه من سننا لبعتاشر سنة مهم مهم جدا لان كمان بيساعد على النمو كمان بيساعد طبعا على النمو وفي كالسيم وفي مهم للتركيز ويمكن الطلبة دلوقتي لو عندهم امتحانات وكده مهم جدا ليهم قلب مالتي فيت عشان طول الوقت تلاقي الطلبة مذاكرة مذاكرة فبتلاقي غزبا عنه فيه تشتت المواد كتيرة جدا بدأ التركيز يقل بنصح اي طالب او طالبة يبتدوا او من ساعة ما شفونا يبتدوا يستخدموا قلب مالتي فيت هيفرق معاهم مية تلتمية وستين درجة مش مية وستين درجة جميل جميل طيب هل اصحاب الامراض المزمنة يعني اللي عنده سكر اللي عنده قلب اللي عنده كذا هل ليه يعني وضع خاص فيه تناول مالتي فيتامينز بشكل عام بالعكس مريض السكر الدكتور على طول بيدعمه بفيتامين بي كومبليكس لان مريض السكر احيانا بيبقى عنده التهاب في الاعصاب فبيدعمه جدا ان هو ياخد فيتامين بي كومبليكس ومريض الكوليسترول مهم ليه فيتامين هي او فيتامين اي لانه بيمنع على زي ما انا قلت هو انتي اوكسيدنت فبيمنع على عدم اكسادة الضهون الضرة وتعملي كوليسترول فهو لا يتعرض مع اي ادوية ضغط او قلب او سكر ما بيتعرضش مع اي دواء الدواء رقب واحد لان الدواء هو العلاج الوحيد والمالتي فيتامينز او الفيتامينات اللي مناخدها فهي دعامة للصحة وده بيكمل ده لكن اكيد هو ليس علاج زي ما انا قلت قلب مالتي فيت ما بيعليكش اي مرض لكن زي ما انت زي ما بنقول ايه سيانة للجسم زي ما احنا مثلا بعد عشر تلاف كيلو ومالسلام بالنوح لازم نعمل سيانة العربية فاحنا طول وقت بنعمل سيانة للجسم بالمكملات الغذائية واكيد بنصح بقلب مالتي فيت بس انتي اكيد 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 اتك عملتي في حد واحد على الاقل كان الامر مختارة عنده وبيتعامل مع المكملات الغذائية من منطلق ان هي علاج اه دي مشكلة كبيرة محتاجين نغير كتير من المفاهيم اكيد من ضمنها نحن بنوصف لبعض ادوية واحنا مش دكتر او المتخصصين يعني عشان جالي نفس الدور يسكت بقى وبقى مصعد ديك الخلاصة ايه وجاء له اسم مثلا المرهم او الاي ان كان اهه طب ما هو ليه يمشي معايا مش بالضرورة يمشي معايا بالضبط لا هو اي دواء لازم عن طريق رشدة الدكتور لان الدكتور هو المتخصص وهو اللي عالف العلاج ايه وينفع ياخد ايه وماينفعش ياخد ايه ماينفعش ياخد ايه ماينفعش مثلا عندي حبايا مثلا طب خدي مرهم كذا كما المرهم ده ممكن يبقى فيه كورتزون وانا مش عارفة يعني لازم اي دواء حتى للسكن يعني حتى مش بس الحاجات اللي بتتبلع تبقى برشدة على طول انا على طول انا بحب كده ازيادة اطمئنان يعني ان الادوية هي العلاج وهي مع رشدة الدكتور طبعا احنا شايفين قلب مولتي فيد احنا شايفين الصورة دلوقتي دي كل فيتامينات اللي موجودة في قلب مولتي فيدaco في كابسولة واحدة أنا عندي ست مزايا بأخذها من ألبي مالتي فيتامين فيتامين بي كل أنواعه عندي فيتامين سي عندي فيتامين اي وعندي الكالسيوم وحمض الفوليك الفوليك أسد المهم جدا على فكرة يعني حتى مثلا سيدة حامل بعاتيك لقيت لي يا دكتورة دينا أنا حامل ينفع مثلا أخذ ألبي مالتي فيت فأنا بقول لستة الحامل لازم تتبع مع دكتور لأن ألبي مالتي فيتها يبدأ عمليها جدا بس أحتمال أكيد تأخذ نسبة كالسيوم أعلى محتاجة كالسيوم أعلى فأنا بقول لها مفيش مشكلة تأخذي ألبي مالتي فيت واسألي الدكتور بتاعك لو محتاجها كالسيوم أعلى بالنسبة الكالسيوم الموجودة في ألبي مالتي فيت الفوليك أسد بالمناسبة هل يعني ايه مصادر الغذاء اللي ممكن نحصل عليه من خلالها الفوليك أسد ده من عائلة فيتامين بي فيتامين بيه بيبقى المصادر المهمة جدا اللحوم والأسماك والفراخ وأكثر حاجة الكبدة واللحوم الحمر بس مش معنى كده أننا كل يوم أكل لحمة حمراء عشان اليورك أسد ما يعلاش مهمة جدا اللحمة طبعا الحزب ديت لغبت بقى يعني الواحد بيبقاش عارب حاكل يشرب ايه بالقطارة وياخد ايه بالبقى وانا عملت بقى نظام انا باكل لحمة ممكن مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع بكتير قوي هي لحمة الحمراء وبعد كده السلمن حلو قوي سلمن مهم جدا اللي هو السمك السلمون بس بس برده بس كل الناس طبعا تقدر يعني تتعامل مع السلمن بشكل يومي لا مش بشكل يومي يعني مرة كل أسبوعين ده مهمة قوي الأوميجا حتى للرياضيين دمين طبعا 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 والفراخ البيضاء كويسة لكن فعلا اللحوم مهم عشان فيتامين بيه يعني عشان كده بقول الفيجيتاريينز أو النباتيين ما ينفع عشان هما يمشوا بغير مكملات غزائية لأن هما منعين أي حاجة فيها روح هو ده صح اللي هما بيعملوه ده بالمناسبة لازم ياخدوا مكملات غزائية لأ أنا قصي يقولك فكرة إن الواحد يكون فيجيتاريين أساسا يعني مش تحسي كده إن في حاجة نقصة في حاجة ما تكون هو قطرة اللحم اللي هو كل يوم برضو هما يعني مش حلو إن أنا كل يوم أكل لحم مش حلو خالص اليوريك أسد هياع لا ولا حلو الامتناع بالكامل على حاجة ولا حلو الامتناع أنا بحب على طول الوسطية في كل حاجة بالمناسبة هل في برضو ضمن مشاهداتك ومعارفتك بناس كتير وبذات الستات اللي بيدخولوا المطبخ وبيتبخوا هل في عادات خاطئة في الطبخ في التصنيع ممكن ينتج عنها مشاكل صحية التحمير بنفس الزيت كذا مرة بتطلع الخلايا الحرة وبتأكسد الخلايا وبتعجز الخلايا عشان كده بقول حتى لما مناكل من بره أنا معرفش الزيت ده تحمل بيك أنا في البيوت أنت بتبقى ضامن إن الزيت ما تأدحش كتير قوي قوي فده مهم الملح الكتير يعني بتاكل حاجة فيها ملح كتير ما بقولش إن احنا نوقع في الملح السودية مهمة قوي للقلب، السودية مهمة قوي اللي هو السودية مكلورايد اللي هو ملح الطعام لكن بالوسطية لكن ساعات بتلاقي الأكل ملح قوي ده مش حلو خالص وفكرة الأكل المسبك واللي في ستات بيوت يتباروا في تسبيك الأكل عشان يثبتوا إن هم ستات بيوت خطرية وإحنا في مصر بنحب الحاجات المسبكة بس ده مش صحي الحقيقة مش صحي خالص مهم إن احنا نوضح برضو الدقطة دي حتى لو كنت حد زعل من البعض من هون على كل الأحوال أنا أشكرك على وجودك معنا نورتينا وأفتينك العادة بوجودك دكتورة دينا بالصعود شكرا جزيلا لكي وأكيد الشكر موصول لكم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعاتكم لنا في حلقتنا النهاردة إن شاء الله نلتقي على خير في يوم جديد وحلقة جديدة من عشر الصحة في الأهل ترجمة نانسي قنقر